اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بقيادة المتطرف يهودا جليك وعدوا صلوات تلمودية عند باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفي مدينة نابلس أعطب مستوطنون إطارات 12 مركبة فلسطينية وخطوا شعارات عنصرية ومعادية على جدران عقب تسللهم إلى اللبن الشرقية هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت 18 مواطنا من مختلف المحافظات الفلسطينية عقب اقتحام مناطق مختلفة ومداهمة منازل ذويهم